بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة السادسة للدرس الثاني Energy Transfer and General Energy and Alize رح نشوف في هذه المحاضرة رح نشوف Energy Transfer by Hit يعني انتقال الطاقة عن طريق الحرارة أو الطاقة الحرارية بداية نعرف في الهيت Heat like work يعني مثل الشغل Is energy in transit هو طاقة تتنقل من مكان إلى مكان Heat is defined as the form of energy يعني هو شكل من أشكال الطاقة اللي ينتقل عن طريق أو من خلال the boundary زي ما قلناه الحين Energy in transit of system at a given temperature to another system or the surroundings at a lower temperature virtue of the temperature difference فإذن هي انتقال الحرارة من مكان إلى مكان من الحرارة المرتفعة إلى الحرارة المنخفضة وهذا ينتج طبيعة انتقال الطاقة الحرارية ينتج عن اختلاف الحرارة بين النظام ومحيطه الخارجي أو نظام ونظام آخر ملاسق إلوه بالطبع الSi unit أو الوحدة الأساسية لحساب الهيت هي جول بما أنه Energy عادة يستعمل حرف لكيو كابيتل كإشارة للهيت Energy transfer by heat كيف ما شفنا للورك فهنا عندي sign convention أو راح نتعارف أو نتفق على شيء معين فهنا الهيت transfer to a system is considered positive يعني لو الهيت دخلت للنظام راح تكون اعتبارها موجب ولو الهيت خرجت من النظام راح يكون اعتبارها بالسالب فرح نسوي نفس الرسمة اللي سويتها للورك فنعتبر هذا هو السيستم فلو دخل هيت هنا راح يكون ايش؟ طبيعي قلنا هنا راح يكون بالموجب ولما يخرج راح يكون بالسالب وهذا عكس الورك للإشارة هنا انه في امكانية انه ما يكون انتقال للحرارة نوهيت transfer وهذا يعني انه كيو تساوي صفر وهذا يعبر عنه بكلمة اللي هي adiabatic process كلمة adiabatic process مباشرة توحيلكم على انه نوهيت transfer يعني كيو تساوي صفر هيت ايضا يمكن اعتباره like inexact differential يعني ايش inexact differential شباب؟ inexact differential يعني انه يستلزم معرفة ما حدث ما بين state 1 and state 2 او الحالة الاولى والحالة الاخيرة ويرمز عنه inexact زي ما نشوفه بحرف small delta وهذا يعني انه inexact كالعادة هنا one two يعني from state 1 to state 2 وايضا زي ما شفنا في الورك يمكن كتابتها q12 او q12 في بعض المراجع او q1 سهم اثنين ايضا هنا عندي زي specific heat زي specific heat لكن يقال عنه كلمة اخرى وترمز اليه هنا بsmall q وهي q على المس هنا نقدر نقول كأنه هو مجموع الطاقة او مجموع الطاقة الحرارية على كتلة النظام نهاية نهاية نبغى نسألكم سؤال ما هي وحدة اخر شي شفناه في الشابتر اللي هو استعملنا فيه حرف small q شكرا للمشاهدة